ترجمة نانسي الاشتراكو اليوم سوف نستخدم الوحدة ١٥ و مهمة جداً طبعاً الوحدة بتاعتنا مهمة جداً بيتكلم كمان على الدرس مهم جداً في الجرامر اللي هو الددوكشن وهنبدأ مع نس إيمان كالعادة نتكلم على الانجوش فونكشنز الموجودة في الوحدة بتاعتنا حتى يسألني الانجوش فونكشنز يا ترى باستعديمها ايه في الامتحان؟ هي طبعاً اللغة عموماً هي من خلال الانجوش فونكشنز ان انا بتعامل فيه اذا كان اتحاور مع اي شخص بالتأكيد بيستخدم اللغة ازاي و في نفس الوقت كمان ان انا لو كان فيه ستوشن معين اعرف اجوف فيه ازاي طبعاً الكلام ده كله بتعلمه من خلال زي ما قلنا الانجوش فونكشنز الموجودة في كل واحدة الوحدة بتاعتنا النهاردة بتتكلم اكيد على توقف و تدوز الانجوش انك انت تخمن وتستنتج المعلومة معينة دعني اتحاورك اي شخص 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 اي أكيد في هذه الحالة ليست ممكن أن يكون فئير ويستطيع أن يكون فئير يستطيع أن يكون فئير شفت ميسيما لما قلت لها موقف كده أن أحمد عنده وكذا وكذا قلت لقيه هذا لازم غني يجب أن يكون غني لماذا هو غني يعني ليس 100% لا هي أقرب لك تأكد يعني أقرب لك تأكد شي بهم متأكده أن أحمد ده غني يجب أن يكون غني ويجب أن يكون فئير يجب أن يكون فئير ليس ممكن أن يكون فئير تعالي نشوف الكلام ده أحبائي موجود عندنا على الشاشة اللي هو الوحدة بتاعتنا بيقول لي ده عنوان الوحدة البناء والهندسة اللي هو تخمين وستنتاج المعلومة لاحظوا كلمة طبعا ده الفيرب من كلمة دي دكشن دي دكشن دي دكشن لستنتاج طبعا ده موجود في لانوش فنكشنز وموجود كبان في الجرامر لو عندنا عندنا موقف أو موقف مثل ما قلت للمسي إيمان أكيد دائما بيتطلب رسبانسة أو بيتطلب رد أو استنتاج فلو أنا جيت قلت مثلا هو دائما بيجيب الدرجات النهائية يلا إيه بقى للمسي إيمان؟ هو لا يلزم شوطر طيب لو قلت مثلا سوحة سوحة ما بتشوفش مدرسة على الهواء ورسبت في الامتحان هتقولي يبقى طبعا هاي سعرف الفارق أنا بقول لحضرتك في الجملة الأولى هو دائما بيجيب الدرجات النهائية وطبعا شوفنا مضارعة فاستنتاجك كان؟ كان في البرزنت برضو إن أنا بقول هو أكيد شخص ذكي ودي حاجة بتكلم عنه في العموم ومن عديته وده طبعا لأنه نفسها أو نفسه كان في البرزنت سوحة فواضح جدا إن هو حاجة في الماضي هي سقطة خلاص ds فلازم tetnelli بالتغلم عن حاجة في الماضي فلازم 收تات بسبب حاجةما اعملتها في الماضي اللي هي الإ sequencing ما درستش أو ما ذكرتش كويس هي ضيعت قتها وفي الéstريكته واضحًا إن أنا استخدمت I've في الجملتين لأنه ده deduction في الماضي يعني أصدقل تلقل إلنا أن لو كلمة mine ده استنتاج في المضاهرة فالماضي زندر توقة have يعني كده في فارق بين كلمة مصد لو جات في الإلزام ومصد لو جات في الدوكشن مصد لو جات في الإلزام يبقى الماضي بتاعها هاتو لازم تيجي بدري الماضي بتاعها أقول شي هاتو كم يسترد خلبيت كلامنا كمان بيجي في الداريكت وانداريكت يبقى مصد مضيح على طول هاتو لو كان إلزام لكن في الدوكشن مصد بي كليفر تمام كده؟ ده بقول أو مصد مسلا بي راتش طبعاً ده أنا بتكلم كبريزنت مصد مش لازم على فكرة فربيتو بي اي فعلي تاني بعد كلمة مصد هيجي مصدر طلبة مضارعة يعني مثلا مسز ايمان اولويز مسلا وارز جرين درسز بتلبس مسلا بفاسين دونها أخضر هاول إيبع هي لازم بتحب الأخضر تبقى شي مصد لايك جرين هي مصد لايك جرين تمام كده؟ مسز ايمان بتقول لنا إن الكلمة مصد هنا بقى في الدوكشن الماضر بتاحها بحط هاف والتصريف التالت تمام مصد هاف لايك جرين تمام كده؟ أو مصد هاف بن كليفر أكيد في الصفهات بتبقى دايما أو مستمرة شوية طبعاً على طول كلمة مصد شوفنا احنا فيها كلمة كانت وزي ما كانت كانت والمصدر في المضارع يبقى على طول كانت هاف تصريف تالت في الماضي مصد هاف ويستدها لازم ضيعت وقتها إما مش ممكن تكون ذاكرت يبقى كانت هاف سطادت اوكي؟ تعالي شوفنا على الشاشة كده محبا مع بعض بيولينا كمان أحمد دي انت قمت تسكول يسترددي مصد ايمان أور فرندي أحمد دي انت قمت تسكول يسترددي استنتجي؟ طبعاً زي ما حنا ملحظين درن كم يبقى في الباست الإسنتج؟ ايام 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 المصدر دليل على للا؟ ايوة بالزحط كدة كلمة ايام 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 كلمة ايام 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 الاثرار طب وات اول واحدة لابد يمكنك أن نجح اننا نجح ان نجح ان تحل في هذه المową لما نشوفهم هنعرف إن إحنا ده دليل لنا إن إحنا نستخدم كلمة must في الديداكشن والإجزامبل اللي قاله مستر محمد بيوضح لنا طبعا إنه هو في الباست فاستخدمنا must have been ill جبنا must وبعدها have والتصريف الثالث للفرب اللي أنا بستنتج الأكشن من خلاله جريت طيب الكلام ده أكيد طبعا يميس إيمان حبانا الطلبة يستخدموه لو بنحل محادسة وكبان هو نفسه درس الجرامر يعني وجاتني جملة في جرامر بتاعي طبعا أكيد هيقول أمتحان أعرف إذا كان هو choose بالنسبالي فأنا على طول أدور في فلك الاستنتاج هنعرف أكتر طبعا مش بس كلمة must وكلمة can't اللي إحنا أخذناهم هنأخذ كمان كلمة may وكلمة might ولكن في الجزئية الخاصة بالجرامر تعالوا مع بعضوا حبايا نعمل drill كده أو نعمل ممارسة أكتر على الجزئية اللي إحنا أخذناها من خلال محادسة قصيرة هالبند الوقت قدامكم على الشاشة بيقول لي respond to each of the following situations your friend is happy طبعا مدين situations كده طبعا هنعرفين في الامتحان بتاعنا مفيش situations لكن ده تدريب هنا أنا لو قلت مثلا صدقنا بيبدو أنه سعيد سيمز يبدو he took the exam result yesterday اللحظة مسئيمان he took the exam result yesterday عارف النتيجة بتاعت الامتحان مبارح لما يكون مبسوط استنتيجي يا مسئيمان طبعا he must have passed the exam تمام هذا واحدة كده he must have passed مش مانا قلتني must have تصرفتها يا مسئيمان لأنه إحنا بنكلم على حالته دلوقتي أنه هو happy أيوة وهو عارف خلاص النتيجة I took the exam result زي موجود في الامتحان طالما عندنا الفعله في ال past plus إن situation نفسه اللي خليه يبقى مبسوط دلوقتي حصل في الماضي أيوة يعني سبب ساعته الآن حصل السبب النفس حصل في الماضي إنه هو نجح يبقى he must have passed the exam لحظت مسئيمان قلت لي past P-A دبل S-E-D على طول بدنا الحرف قرأ قلت لي the exam لكي قلت لي he must have succeeded قلت لي in the exam طبعا على طول نفس المعنى لو خدت كلمة can't هتبقى he can't have failed failed the exam هي can't have failed أعرفين كلمة fail F-A-I-L طبعا دع لطول النقيض لكلمة succeed أو كلمة pass أوكي طيب يبقى احنا ممكن كان في الجملة بتاعتنا نقول he must have passed أو he can't have failed تفعنا حبي هنشوف موقف كمان الموقف بيقول لي يا مسي إيمان your teacher told you the Swiss canal took thousand of workers to dig at طبعا خناة السويس أحد بقي took thousand of workers أخذت آلاف العمان to dig at ديج عن يحفظ يترى تستنتج تقولي ممكن أقول it must have been a great project ياس وفي بعض حالات ممكن جدا نحن نستنتج على حاجة على already موجودة وموجودة في الحاضر بتاعنا فنقول it must be a great project لأن أنا بتكلم على السويس كانل اللي هي موجودة حاليا ودي صفة بتوصفها في الوقت الحالي والحاضر والمستقبل والماضي وكله تمام تمام لو إحنا وسعنا شوية يعني ممكن عمال كتريبا ممكن نقول أنفقنا كتير ممكن نقول we must have spent a lot of money ياس طبعا ده موقف ما بيوصفش الوضع الحالي فما ينفعش أنا أجيبه في الـ present تمام دي داكشن in the present لأ أنا بتكلم في الـ past لأنه الإنفق تم في الماضي فهقول الاستنتاج أو الداكشن في الـ past جريت يبقى احنا شوفنا كده مثل ما بتقول لي إذا أنا قلت لها أني قناة السويس أخرت عمال كتير عشان نحفرها قالت لي دي لازم مشروع كبير must be شفتوا كلمة must بنتكلم صحة على حاجة واقعة موجودة معانا must be a massive project إحنا كلمة massive m-a-s-i-v-a massive يعني ضخمة أو هائل دي كلمة طبعا موجودة في الوحدة عندنا massive project مشروع ضخمة أو عملاء طبعا it can't be a small project مش ممكن يكون مشروع صغير أيتلي بما إننا طبعا إحنا ممكن يكون أنفقنا كتير يبقى we must have spent spent تصريف كام تالت بما إننا بتكام على شيء في الماضي فآخرت طبعا الصلة في الماضي must have تصريف تالت ولاحظوا كمان بأكد مرة تانية إن must في الاستنتاج دايما must have تصريف تالت وليست had to الكلمة بيبقى كتير قوي في الـ direct والإمداركت مرة تانية نرجع تانية على الشاشة ونعمل كمان حوار أو محادثة بيقول complete the dialogue with must might or can't لو أنا بقول someone is looking at the door it not be the pizza delivery man الراجل بتاع البيتزا I ordered a pizza هنا في السيتيواشن ده ممكن نقول it must be the pizza delivery man أيوة I ordered a pizza لأنه واضح إنه هو متوقع مجيء آه عشان هو الطالب فشبه تأكيد آه فهو waiting for the pizza delivery man فبيقول it must be لابد أنه ترجمة هكذا لابد أنه فران هنا طبعا مش بأكد منها في المية أنا زي بات بسليمان almost sure شبه متأكد it must be the pizza delivery man because I ordered a pizza أوكي آه موقف كمان بيقول لي I know you ordered a pizza طبعا ده بيكمل زميلي تمام but it not be him because you ordered the pizza five minutes ago أنت لست طالب من خمس دهائق فاتو والمحل اللي بعد عن هنا فمش ممكن يكون عامل توصيل البتزا بالضبط فهي all it can't be him يس هو استنتج إنه ما ينفعش يكون الشخص ده it can't be him وطبعا it can't be him يس يبا can't be طيب فبي رد عليه تاني yes you are right then it not be your sister it might be your sister ربما تكون أختك فعلا it might be your sister فالتاني قال no it will be my sister she is out of town خارج المدينة شو ما تقول لو ما قال لي she is out of town يبقى هو برضو عنده تأكيد أو شبه تأكيد إن المستحيل دي تكون أخته فنستخدم it can't be my sister yes can't be أنا شفت كده ألاحظت بس إيمان إن حضرتك قلت لي إن كلمة ماستنا فيها كلمة can't لكن كمان كلمة might أنت قلت لي برضو النقيد كلمة can't ما قلت ليش might not يبقى واضح كده أن في الاستنتاج أنا بستخدم أربعة فعال رئيسية بدور في الفلك بتاعها ما بختارش غيرهم يعني كلمة must وبترتيبهم كده وهنشوفهم كمان في الجرامل must may might وكمان النفية يعطوك كلمة can't كلمة must نفيها كلمة can't يبقى أربعة فعال must may might والنفية كلمة can't وكلهم طبعا لو في المضارع بحط مصدر كالعادة ولو في الماضي وبحط المصدر اللي هو هاف وبعد هاف دايما تصريف تالت داو في الماضي نرجع تاني كده بنسبان على الشاشة ونبسط سريعا كده ونقرأ النص بتاع listening الخاص بالوحدة بتاعتنا بيقول لي مسي مان يعني لو حضرتك تابع معي مثلا نتكلم على اساس tourist ويجيبشن مان الفضاني حسنا اسكوز مي بطلعا 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 الناس بطلعا نعم الله حسكرة تاني بأكد انه كان في حوار بين tourist راجل ساعة حق نبي ومهندس مسري او راجل مصري فزيما شوف نفس مسي مان بتقول لي اسكوز مي بطلعا 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 الناس بطلعا تمام فرد عليها بقاء الله نعم كلمة quick سريع quicker أسرع quickest الأسرع دي صفة طبعا وبعد كده is to take an underground train انك تاخد المترو the metro or the underground or an underground train رد علينا وقال لنا I didn't know Cairo had underground trains yes it is the only underground railway system in Africa or the middle east I know this because I work on it as an engineer كلمات زي كلمة railway system ما حبي اللوه قطار سكة حديد أو قطار سكة حديد أو نظام سكة حديد موجود طبعا يتكلم على المترو والتاني بيقول لي I work on it Work on a project يعني شغال في المشروع يعني يعمل على تحقيقه طيب Is it new No but it is a lot newer than the London or Paris systems بتسألني جديد وإن لا دا أكثر هو مش جديد أو لكن أكثر حداثة a lot newer than the London or Paris systems for example London's underground opened in 1863 steam trains قطارات التي تعمل بالبخار steam البخار used to run on it run on تمام It couldn't have been very nice traveling in a tunnel full of steam tunnel بمعنى نفق أو مليين بالبخار طبعا زمان لما كان المترو عندهم بيتكلموا 1800 حاجة و 60 طبعا تحتها ب 60 كان المترو طبعا بيبقى بيجرى في أنفاء في طنلز ولكن للأسف الأنفاء دي يكون لها إيه بيبقى طبعا شغال بالبخار بنافق مليين بالبخار بيبقى أكيد طبعا يعني something that's not good يعني أه طبعا فأكيد هم طبعا يعني كلهم مدائئين دلوقتي لا أه يمكن بيعمل بالكهرباء فطبعا يعني تلوثت الغلاف الجوي فهيبقى طبعا شيء أفضل وأحسن بكتير تعالوا وإن نرقع تاني كده للتشاشة فالرقل المصري بيكمل حوار مع التوريس بيقول that is right the first line here in Cairo opened in 1987 it is about 44 kilometres long الطول بتاع المترو أو المرحلة الأولى كانت 44 كيلو and it goes from Helwan in the south of Cairo في جنوب القاهرة to New Elmerg in the north east really that really must have made traveling around Cairo easier especially for commuters أنا شايفين في استنتاج طبعا اللي هو that really must have made traveling around Cairo easier must have made traveling easier ده الاستنتاج وطبعا في الباست واضح كده لو الطلبة بأشترين متابعيننا شايفين have بعد كلمة must بعدها تصريف الثالث اللي هي made فكده احنا بنستنتج على وضع كان في الماضي اللي هو خلى الترافلينج أسهل تمام يعني لما اقول مثلا ده 44 كيلو من المرج الحلوان فطبعا أكيد اللي هيسمح ده لازم خلى السفر عبر القاهرة أكثر سهولة صح كده must have made traveling الترحالة أو السفر especially for يعني especially for مسلمان خصيصا وخاصة للمين بقى الكميوترز اللي هما كلمة كوميوت أحباي C-O-M-M-U-T-E كلمة كوميوت اللي هو يتنقل الشخص اللي بي ساكن في منطقة وبيشتغل في منطقة تانية فهمنا مثلا كلمة كوميوترز اللي هما الناس اللي هما ساكنين في منطقة وبيشتغل في منطقة تمام أكيد طبعا في ناس كتير جدا يعني بتيجي من دلتا تركايرو مكان تاني فطبعا ده بيخلينا طبعا طول الوقت إحنا اسمنا كوميوترز أوكي يبقى كلمة كوميوترز دي كلمة مهمة جدا في الواحدة وكلمة جديدة علينا عموما اللي هو الشخص اللي بيبقى دايما بيرتقل من أجل العمل هو ساكن في منطقة وبيروح مكان تاني عشان يشتغل أوكي طيب فبنقول طبعا نكمل الجملة بتاعتنا بتقول It certainly has It certainly has أنا شايف كده لما يعني بأكد على الكلام Must have made فقولتش مثلا It certainly must لا إن it certainly has وليه تكملتها It certainly has made traveling around Cairo easier Great The underground system carries nearly two million people every day حوالي طبعا 2 مليون شخص يوميا Is it expensive? Not really I think it might have been cheaper in the past But journey's coast the same whether you travel between two stations or go from one end of the lion to the other بيقول يا مسئيمان وتسألي إنه هو غالي أو لا فقولت لحضرتك It might have been cheaper يمكن كان أرخص لنا ما أقدر شايفكم إذا كان أرخص على شخص قد يكون غالي بالنسبة شخصتين فلا خدتش كلمة مصد خدت كلمة might have been تمام ولم في الباست وبعد كده قلنا كلمة coast the journey is coast coast بمعنى يكلف يكلف يترى الconjugations بتاعت الفربيد أصلا طبعا coast 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 نفس الشكل نفس النقط ما فيش أي اختلف طب لو قلنا التكلفة the coast برضو والتكاليف المعيشة expenses living expenses or the cost of living تمام the same weather you travel between نفس التكلفة أو نفس الأجرة ودخلنا على الأجرة الموصلية بكلمة fair fair f-a-r-e تمام كده between two stations or from one end of the line to the other it is certainly cheaper than London's underground system بالمقارن طبعا the tube الخط أو المتر بتاع London فأكيد إحنا أرخص كتير the cheapest ticket London is about 70 Egyptian pounds it is not so expensive that's fantastic it must have improved their journeys to work yes must have it must have improved their journeys to work بمعنى برضو إن هو أكيد طبعا هنا بيستنتج بطريقة شبه مؤكدة إنه أكيد ده حسن وطور من طريقة سفرهم أو رحلتهم للعمل كده شايفين must have improved وبردو في الباست لإن فيه have والتصريف الثالث بتاع improve حاصلنا كده بسيمال حظك شاحتنا الجرامور بتاع الواحدة تمام حظيتك طبعا فقالي it has أنا طبعا بأكلي الكلام it has so so فضلي so how many lines are there in the system آه رجل أجنابي بيسأل how many lines يبا كلمة line هنا معناها خط المترو خط المترو نعم آه 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 كان صعب يبقى على طول العكس can't have been easy they used a massive drilling machine اللي حصل ان احنا استقدمنا a massive drilling machine آلة حفر عملاقة called nefertiti طبعا على اسم الملكة nefertiti ادراج التانيل with a diameter of over eight meters طبعا حفرنا نفع القطر بتاعه تمانية او اكتر من تمانية متر مهمة جدا كلمة massive وكلمة diameter وكمان كلمة drilling machine تمام آه هل هناك محطة لطول العكس لا لا هل هناك محطة ثلاثة اوك بعض هذه محطة تفتحة اوك حسنا كان هناك محطة سيمان مبارع سمعت كده ان برضو في بعض المحطات زي المحطة في الشام بركات مثلا اوه في كزاحات كده يعني ايه برضو الحكومة شغالة في تطوير متر وفتاح محطات اكتر واحدة تمام نجمع بالتالي Essentially الأمر يبدو كأوصة محطة مستجدية فالوحي ليس لديها من مقابل لا ليس لديها طبعا لو نقول لذلك حاجة تقليليه جدا يمكنك أن تكون تقليليه اننا نجمع منها وذلك وانه يتقلع لأنه من تقليليه يكون محطة المدير كبوليون في العالم طبعا احدث متر في العالم طبعا بحق المترو انه حيث أنت أجازه في دراحة الدرسية للإمكانية والدراحة وطيقージب على استخدام المستقبل المستقبل بمصر امام؟ تمام، ايضاً، أعينENT ينفذي؟ أنا لا أستطيع منتظري، لكن يمكن أن هناك 6 آنة أمر عندما كان المتراب المنتش أحد إلا تأكد منه، إن شاء الله فيه إلحال 6 خطوط فلما ننتهي من الميترو يبدو أنه من الإنفن والآعدة أجستخدمها كان واجب أستخدمه هذا ليس استخدامه هذا شخص يتبع نفسه يقوله كان المفروض علي أن أستخدمه هذا كذا أستخدم ما هو تصرف الثالثة إمتا عندما أكون بلوم نفسي على شيء أو أشعر شيء لم أفعله قبل إذا كنت تتبع في مكان المنطقة في المنطقة الممنوع في الانتظار أجل أن تتبع والرمتي نعم لن يجب أن يبدو أن أفتغي أمري ونحن لن يتبع في السيطر أو أن يتصنر للعقول تجد تريد أن يكون المدينة سنجد أن يستخدم لعقول نعم طبعاً نحن أحبائي نجد المحادثة مع بعض الخاصة باللصد ويعرف الأماكن شخص يملك ولكن بشكل عملي من خلال سائح في مكان يوجد الحبيبة بصر والراجل طبعا عايز بحسط البلد عندنا في القاهرة هنا فطبعا اتقابل مع حظه كده مع مهندس مصري كان بيعمل في المترو ودار الحوار بيننا وشوفنا طبعا ان هما لما بيتكلموا على ان ده مثلا مشروع كبير يبقى لازم كلفنا كتير طب ده ممكن مثلا امتد مسافة كذا لكذا يبقى ممكن يكون خلى السفر او الترحال عبر القاهرة اسهل الرحلة مثلا بتكلف كذا او التذكرة كذا بالرحلتين او بين محطتين او لغاية اخر الخط مثلا لا ده بقى بتاكد رخيص كلها كانت شكل استنتاج طبعا شوفنا كلمة مصد ومي وميت وشوفنا على طول لو كانوا مواضي بحط هاف والتصريف التالت وعلى طول عكس كلمة مصد كلمة كانت تعالوا نشوف دلوقتي النص الخاص بريدينج وافكركم تاني ان الوحدة بتاعتنا بتكلم على بولدينج انجينيرينج اكيد طبعا احنا كمصريين وحضرتنا طبعا سبع تلاف سنة فاكيد عندنا ماسيف انجينيرينج واكس اعمال هندسية عظيمة يعني اكيد طبعا حاجات قديمة وحاجات جديدة هنشوف نموذج كده لحاجة مصرية قديمة واحنا كمصريين اه يعني احنا كبقى احفاد الفرحنا يا ترى عمالنا ايه في العاصل الحديث وناخد طبعا نموذج كمان اجنبي او نموذج غريب شوية او الموجود طبعا اللي هو او ده جريد وول او ده جريد وول فشاينا اللي هو السور السن العظيم وطبعا ده بخدنا نتكلم على نيرتو دام كثير اللي حصل طبعا فيه كانت رؤية نيرتو دام وطبعا ده يعني البشرية بتخسر اكيد جزء من التراث العالمي ارث كبير ارث زي ما قلنا بالفعل كبير جدا وطبعا ده للأسف يعني بسبب الاهمال وطبعا زي ما شوفنا كده ده ما بحصلش بقى يعني قاصر بقى على مصر وخلاص شوفنا مثلا في العاصمة الفرنسية باريس تمام عشان بس انا محبش بقى جلد الزات يعني وزلط المؤامرة لا اشعال انه كان في استغراف كبير الناس بتتفرج برضو يعني للأسف ولكن احنا طبعا دي دعوة ان احنا نحافظ على كل الاثار بتاعتنا خاصة ونجي في الطريق مسيمان سمعت برضو في الراديو ان في اذا كنا احنا النهاردة بنحتفل بي اليوم العالمي للتراث فاحنا كمصريين بفضل الله برضو اكتشفنا النهاردة مقبرة اثرية ويمكن دولة رئيس الوزراء طبعا نهاردة بيفتتح الكشف الاسر الجديد الموجود في مدينة لقصر في صعيد مصر واقع عدد حالة نعم نرجع تاني كده النصر كانت اللي هو الـ Reading text وي تكلم على Great engineering طبعا زي ما قلنا اعمال هندسية عظيمة يقول لي there are some amazing works of engineering around the world both ancient and modern شايفين في الصورة كلمة سيمان المعبة بتاع ابو سيمبل تمام وطبعا بيقول لي great amazing works أنا شاف كلمة works Gamma واي طبعا هنا المقصود باعمال فنية كلمة Work مش معنىها العمل او الوظيفة معنىها اعمال فنية يعني اعزدد حدث لو انا راح الشغل امسا I can't say I go to work I go to work لان راح الشغل مانفعش عطرئس كما كان عمل او شغل لكن هنه زي ما نسي امنا ده اعمال فنية في عطينا الاستعادية ابو سيمبل the site of two tumblez ابو سيمبل هو مكان وكلمة صيت مكان بس مكان اثري دائما سايت S-I-T-E زي هو بالضبط نقول كلمة ويب سايت اللي هو موقع على الانترنت مكان لمعبدين تم نحته في الصخر أو في منحدر صخري دايما كان الفرعنة بيعملوا المعابد والمقابر في منحدرات الجبال عشان طبعا نوع من الحماية أو الحفاظ أو أنها تبقى لأهلاف السنين شفنا كلمة ويب سايت مبنية للمجهول وشفنا الفرب نفسه C-A وليست C-U طبعا C-Curve اللي هي ينحت شيء معين C-Curve يعني منحني اللي هي بال-U C-U يعني منحني لكن C-Curve بال-A يعني ينحت شيء زي ما حضرتك قلت المعبد اللي احنا بنكلم عليه تمام يعني نخلي بنا طبعا لو احنا بيعملنا في نخلي بنا في الفريبين الفعلين في عام 1250 بيسي مبنية للمجهول المعبد الأكبر المعبد الأكبر في معبد أبو سيمبل وضع مبنية للمجهول لذلك في بعض الوقت الفراعنا أو الأنسيسترز سيضعوا في مكان في توقيتات معينة مني السنة أو the year the rays of the sun أو the rays of the rising sun أشعة الشمس المشرقة ما لها بعد؟ لاحظت أني بوصف أشعة الشمس فحطت لها الصفة كلمة rising فيها ING would eliminate المعبد الأكبر المعبد الأكبر تضيع تنير بطبعاً وجه التمثيل ويأخص تمثال رامسس II رامسس الثاني طبعاً في يوم مولده في يوم توليه أو جلوسه على العرش وطبعاً ده قمة البراعة الهندسية لأن في سياح يجب كل أنها العالم يشوفوا هذه الظاهرة بطبعاً في 1954 قمت بطبع أسوان هيدام طيب نحن في 1954 قررنا أننا نحن الابني السد العالي ده معنى باقي ذات أو ذات ذات نايل وأن أبو سيمبل سيكون على الماء ما بل أبو سيمبل سوف تغمره الماء فنحن بقى في نبازل في حيرة مسيمان اللي عارفين نحن ما نبنيش السد ولا ولا عارفين عايزين ننقذ المعبد بتاع أبو سيمبل تمام طيب الحل اللي بقى سو تم عمل خطط يبقى ميك أبلان وليست دو أبلان ميك أبلان ميك أبلان وليست دو أبلان طبعاً عيدة على الماء 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 اللي تم قطع أو التماثيل الضخم دية تم قطعها لأجزاء وميك أبلان 60 متر إلى الماء تم رفعها أكثر من 60 متر في المنحدة للصخري وميك أبلان وتم تثبتها التماثيل دائما الحرف كونكريت بيس كونكريت بيس اللي هي القاعدة الخرصانية كلمة بيس قاعدة وكونكريت اللي هو طبعاً بيبع الأسمان تبع الحديد مع الكلام ده جد تبقى اسمها كلها كونكريت خليط كلمة خليط من خليط من الأعمال هندسي ذا كان قديمة و جديدة يعنى زمان احنا عملنا أو أجدادنا عمل المعبت ونهاردنا ننقل بنفس المواصفات لي بنفس الهندما يكون عديم و جديد نتكلم بقى بحاجة ثانية فبنقول لي من عام بعد التنظيم أبو سيمبل كان لديهم مشكلة ثانية في الصين الصورة شايفينها يمس إيمان على الشاشة هي صورة صور الصين العظيم which was solved by another المشكلة تمحا لها by another great engineering project anyways we're attacking the rich towns of northern China كان في أعداء بيهجموا الجزء الغني في شمال الصين the emperor decided to keep the attackers out الامبراطور وكلمة keep out يصد وخدنا قبل كده كلمة keep away بمعنى يبعد كان الامبراطور قرر أن هو يصد الأعداء so work on the great wall of China began in 220 BCA البدأ العمل في صورة الصين العظيم طبعا في 220 قبل الميلاد في النهاية 6400 كيلومتر طول الصور طبعا ده اللي هو 6400 كيلو ولحظة مس إيمان قلنا كلمة long مش كلمة toon why لأنه احنا بنئيس بالعرض مسافة أفقية مسافة أفقية تمام لكن لو أتكلم طبعا لفوق فأتكلم tall or height و هكذا و هكذا بيكام أو بيكام the longest structure ever built أطول مبنى مبنى تم مبنى ما قال ليش بقى يعني الأضخم أو الأعلى قال لي إيه the longest لأنه فعلا في الطول 6400 كيلو ده حاجة مش رأي لها تكن تببن إيزي نستنتك تاني إذا كان 6400 كيلو ده حاجة مش رأي لن يكون سهل تكن تببن إيزي لأنه كان مبنى 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 الغريب أنه تم بدون استخدام آلات مبنى 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 في ساوذ آفريكا في كمان في ساوذ آفريكا حدث تم في ساوذ آفريكا لمفترة قريبة مضت لمفترة قريبة مضت جنوب أفريقيا أفريقيا لدينا مشكلة في الكهرباء طبعا خلا ننوه كمان كعندنا مشكلة احنا في الكهرباء ولكن مفضل الله هاللوقتي بنصدر كهرباء آه نعم كان دائما في انقطاع في التيار الكهرباء يبقى كلمة باور كت انقطاع في التيار الكهرباء طب نحلها زبا ما كانت هببين آفريكا لكثير من الناس لذلك لأن جاسبر سول انرجي مبنى طبعا ده مشروع للطاقة الشمسية موجود فين في جنوب أفريقيا تم اكتمار طبعا نير ده سيتي كامبرلي هذا الآن واحدة من أكبر محطات تاقة الشمسية لاحظة بسيما عنيش سولر انرجي ستيشن قلنا سولر هاور ستيشن نعم في هذه المحطة التي تصبح محطة محطة أكبر 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 هناك محطة إنه سنبقى كلمة ريز 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 وكلمة عدد عدد وعاد تقليل تقليل بالنسبة كما نرى عندي كلمة raised 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 تمام يعني زي ما احنا شايفين كده على السكرين هل هي كلمة raised بمعنى يرفع شيء او ممكن بمعنى يربي او ليها معاني اخرى يعني مثلا ممكن بمعنى يزيد من شيء او increase زي كلمة increase فمثلا for example عندنا كلمة raised وطبعا el past والpast participle او the three conjugations بتوعها raised 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 الاول اللي بمعنى يرفع raise your hand if you have a question وطبعا هنا كلمة raised انا بقوم برفع شيء باردسي يعني انا اللي هرفع ايدي وانا اللي هقوم بالاكشن بنفسي raise بمعنى يزيد زي for example the company raised everybody's salary by three percent يعني الشركة رفعت او زودت من السالري او الراتب بتاع كل العاملين بنسبة ثلاثة في المية تمام عندنا كمان كلمة raised بمعنى يربي اذا حتك قلتي يربي يعني ممكن ان انا اربي الاطفال او اربي اولاذي او كده فهقول we raised the children to be respectful of their parents يعني احنا ربينا اولدنا على انهم يبقوا محترمين لآبائهم ممكن raise بمعنى يجمع raise money او raise fund يجمع فلوس علشان شيء معين we raised five thousand dollars for the charity يعني احنا جمعنا خمس تلاف دولار للشارتي او للأعمال الخيرية ياس يما احنا شوفنا كده اول فعل عندنا كلمة raise r-a-i-s-e قلنا ال past ضفنا دي فقط بقت raised raised الملاحظ في ان الفعل ده اصلا verb transitive فعل متعدي يعني كل مرة كان لازم يكون فيه مفعول مثل ايما انه قالت لنا الامثلة قالت لنا raise your hand ما كانش ينفع اسكت واقول raise your hand بيرفع ايده وكمان raise children يربي اطفال او raise animals لازم فيه مفعول قلنا كمان كلمة raise money اللي هو يجمع مال raise the salary يرفع المرتب فشوفنا كل مرة الفعل raise اصلا دايما بعديه مفعول يبه هو فعل متعدي دايما بياخد مفعول انتفقنا؟ هنشوف كمان فعل تاني اللي هو كلمة raise تمام؟ r-i-s-a تعال نشوف كده عبعض على الشاشة فضليم السيمين؟ طبعا اول اختلاف قبل المعنى هو الكونجيشن او تصريف الافعيل كلمة rise هنقول ال second conjugation او الماضي بتاعها هي rose والتصريف الثالث هتبقى rise in كلمة rise بمعنى يرتفع ومش بالضروري يكون انا اللي يتحكم فيها عكس ما كنا بنقول raise your hand انا اللي برفع ايدي بنفسي لكن هنا يعني الاسعار ارتفعت او مرتبات ارتفعت يبدأ فعلي بنزمن لفعل ايه؟ يبدأ فعلي لازم ايوه مش واخد مفعول به مش واخد اي مفعول به وطبعا السنتنس اللي فاتت كانت في الفاسف فورم يعني ده تكملت السنتنس انه المرتبات ارتفعت اكتر قليلا من معدل التضخم فبالتالي اصبح فيه تحسن rise بمعنى يشرق ودي بتيجي طبعا مع the sun the sun rises at 6.32 this morning يعني الشمس هتشرق او بتشرق الساعة 36 دقيقة هذا الصباح مفيش هنا زي ما اتفقنا مفيش اي object او مفعول جيب بعد كلمة rise rise بمعنى يقوم من على السرير او ينهض على الفراش i rose at 7 a.m. to make coffee انا صحيت او قمت نهط من السرير الساعة 7 علشان اصنع القهون جريت يبقى شوفنا مرة تانية ان rise rose risen اللي هي طبعا التصريب بتاعنا مختلف وكمان اهم مفارق في الحاجة دي اصلا لو الفعلين نقوم مع بعض كلمة rise وكلمة rise raise وكلمة rise رافت شوز فكر الاول rise بعدها مفعول لكن rise ما بيجيش بعدها مفعول فعل انترانسديف فعل لازم ما بيخدش مفعول به وانا the sun rises الشمس تشرق لكن انت raise your hand ترفع ايدك تفعنا كده؟ طيب هنشوف كمان فعليين تانية مسئي معنا رأيت مثلا في الفعل زي كلمة arise كمان كده؟ فضعي كلمة arise يعني حاجة بتحدس او حاجة بتنشأ حاجة اي حاجة بتتم فبنقول arise وزي ما احنا شايفين الكونجيشن بتاعها او تسطريفاتها زي الكونجيشن بتاع في الفرب بتاع rise زويني الـ اي فقط في الكونجيشن بزي بعض في الكونجيشن ولكن الاختلاف في حرف اي زيابة وفر اكزامبل مثلا نحن لا نتوقع حدوث اي مشكلة يبقى عندي هنا كلمة بمعنى ان مشاكل تحدث ده واحد اكزامبل اكزامبل التاني بمعنى ان هو برضو يقوم من على السرير I arose rather late because I was tired يعني انا قمت متأخر شوية لاني كنت تعبال تمام او مرحق طيب لو شوفنا كمان الفعل الرابع بالمرة على الشاشة عندنا اللي هو كلمة arouse arouse بنكلم اكتر على اننا نصير فكرة معينة او شيء اكيد في الماضي احنا نقصينها بس عندنا حرف D تنويه حبائي ننقص طبعا في التصرف بتاعته نقص D طبعا aroused aroused يعني احط D في التاني وفي التالت طبعا الكونجيشن زي ما قال لنا مستر محمد aroused دا الستام او وفي aroused aroused نهايتهم حرف D والاثنين زي بعض طبعا في الverb لما يكون في تصريف التالت يعني دا موضوع اثار الكثير من الاهتمام هنا كلمة aroused interest او aroused a lot of interest بمعنى يثير الكثير من الاهتمام فيه كمان بمعنى يوقظ he aroused the children before dawn to milk the cows يعني هي او هو ايقذت الاطفال before dawn يعني قبل الفجر to milk the cows عشان يحلبوا الابقار احنا ممكن الفاينال ساي احنا شفنا عندنا اربع افعال قد يكونوا قريبين جدا في الاسبالينج من بعض ولكن ممكن نصنفهم مطلقة تانية قلنا ان كلمة raise او كلمة aroused raise r a i s e او كلمة aroused a r o u s e لتنين افعال متعدية لازم بعدها مفعول لكن الفعالين قريبين من بعض لما كلمة rise و arise rise r i s e لو حطت a f لها بقت arise لتنين دول اصلا بتبع افعال لازمة ما بتاخدش مفعول به تفعنا كده حباي شوف طبعا سريعا على الشاشة تمرين كده ونحلها انا وميسز ايمان اوكي عندنا ميس ايمان الجملة بتقول او تشو the correct answer from a b c or d احنا كنا عارفين ببعندنا 30 جملة شوز اول جملة ميس ايمان بتقول لنا old bridges used to be made of wood but modern ones are usually made of concrete صونة يعني تبرى القديمة كبصة عن الخشب ودلوقتي بتصنع من الخرصة انا اكيد اللي هي first choice اللي هي اول كلمة لان concert اللي هي بمعنى حفلة غنائية او موسيقية يس يس وconquest conquest بمعنى استبيار استفسار برده بزرط ممكن تكون تحدي ممكن condensation يعني الكسافة بتاعت يس بالزبط طيب نمرة اتنين بتقول لي mini space travel to work in كايرو on the metro طالما قلنا travel to work يبقى هنقول commuters دي الناس اللي بتسافر او بترتاحل من اجل العمل ما هم اش توريست مثلا جايين يتفرجوا على الاماكن المهمة في بلدنا احتيار دي صاحب نقول commuters اللي هي دي تمام this hotel is space to be the best one in the city is considered كبير يعتبر افضل فندق في المدين yes do you know that the space of the moon is three thousand four hundred and seventy four килومتر the diameter of the moon is three thousand four hundred and seventy four قطر الامر 3474 كيلو yes the stage was space in the park في المنتزعة والحديقة where many people could see it والناس تشوفوا يبقى position 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 يعني تم وضعه yes واتفعنا انها was position دائما وضع مبنية للمجهول this insect الحشرة is not it is smaller than a full stop أصغر من نقطة full stop يبقى tiny tiny بمعنى صغير جدا عانسي كلمة massive اللي هي ضخم أو عملة the advances in medicine التقدم في الطب give a space of hope إدانا أمل for a cancer cure لعلاج السرطان give away of hope yes give away of hope يعني expression بمعنى إدانا أمل yes أو طريق إلى الأمل yes eight nuclear space station is designed تم تصميمها to release the nuclear energy لإنتاج هنا الطاقة النموية nuclear power station yes power station اتفعنا حبا ليمحطة لإنتاج الطاقة موناش كلمة energy solar space are used to supply isolated houses with electricity solar cells are used to supply isolated houses يبقى الخلايا الشمسية yes the bridge is a marvelous work of space and construction of engineering and construction الكبري هو عمل هندسي عظيم كلمة marvelous من الهندس طبعا والبناء construction زي كلمة building التشييد education is an space in the future of a country and it's young people التعليم في مصر زي اللي بيحصل ده اعتبر investment استثمار ايوه c the explosion was so terrible انفقار كان عظيم مريع that it made a not hole in the ground that it made a massive hole in the ground زي yes the government has taken some steps to encourage foreign investment when she received the prize i think i was the parent on the face of the earth i was the proudest i was the proudest madest parent proudest sorry yes the proudest يعني aكثر parent فخور yes لما بنتت تلقي الجيزة كان اكثر فخرا على الارض طبعا بيقول proud prouder and the proudest we need a pipe with a space of about six inches اوزين مسورة او انبوبة وتكون قطرة بتاعها ستة بوسا with a diameter of about six inches عندنا the guide book said that the khansr khaleili is a space to one or to be one of the most exciting markets in egypt is considered to be one of the most exciting markets tour guide البوك التأول الكتاب اللي برشدنا بيقول لنا اني الخانر خليلي واحدة من او تعتبر كان متconsidered one of the most exciting markets احد اشهر السوء اللي موجودة في مصر the car is beautifully space and a pleasure to drive the car is beautifully uh injineered is beautifully injineered يعني مصممة بشكل هندسي جيد جدا yes people are prepared to space long distances in search of work people are prepared to commute long distances يعني بيسافر وصفة طويلة احبائي عشان يبحثوا عن العمل اللي هي c the best way to the coast يعني افضل طريعة للساحل is to take the space through the mountains is to take the نفع the through 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 طبعا يبقى من خلال او داخل شيء يبقى the tunnel through the mountains yes d النفع اللي داخل القبار space is the hot gas the water changes into when it boils steam البخار طبعا هو السائل او السرق الغاز الحار او الساخل الماء اللي تحول ليه طبعا لما من غليها بتحول لبخار اللي هو steam اللي هي الاولى the space from this experimental car سارة تقريبية adjust water not any kind of gas الامبعاثات من السيارة the emission from this experimental car is just water الاختيار d emission اللي هو امبعاث او غازات من سيارة we need to find a way to store solar space for use for use even in the or for use even in the winter solar energy يعني الطاقة الشمسية الشمسية ten miners اللي هم عمال المناجم احبائي were trapped تم احتجازهم او يعني موجودين في نفع معين under ground when the roof of that not fill in لما السف بتاع التانل طبعا السف عليهم النفق سقط عليهم تانل this company offers space career opportunities to graduates الشركة او بتقدم ايما attractive career opportunities attractive يعني فرص عمل جزابة للخريجين I lost the file I was working on when there was a sudden not cut نشغل الكمبيوتر وفيه file وقع منه بسبب انقطاع التيار power cut انقطاع مباعد يبقى كلمة power cut انقطاع التيار الكهرابي احبا اكيد طبعا هنا يعني we hope we have covered all the unit نتمنى 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 على listening وعلى reading وكمان نقشنا grammar و language functions ومسي بان مشكورة كلمتنا عن language notes اتمنى تكون الوحدة على قد الوحدة الخمست تكون وننتهينا منها على وعد ان شاء الله نيجي مرة تانية نكمل الوحدة 16 مع وضو بإذن الله ويعايزكو تذاكر طبعا وكيد طبعا في نهاية الحلقة بتاعتنا خلاص الشكر لك بس ايمان شكرا ومسي 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 في ايجيبت ومسي ايجيبت شكرا ومسي 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 ومسي